المنقوش معك أنا رئيفة مرحبا التاريخ السياسي لأي بلد هو جزء كتير مهم من البلد وحياته وثقافته ومستقبله وحتى التاريخ بمحطاته المهمة ما بيخلى من نهفاته وطرائف تطلعنا أحيانا على تفاصيل هاي الرحلة وبتعرفنا عليها بدقة رح أخبركن اليوم عن نهفات بتتعلق بالانتخابات البرلمانية سنة 1954 واللي كانت أول تجربة ديمقراطية بالمنطقة وانطويت على كتير من المفاجآت يمكن أبرزها فوز خالد بكداش يلي كان أول نائب شيوعي عربي بالمنطقة والترشح خالد بكداش للانتخابات تمت مهاجمته من بعض الجهات على اعتباره شيوعي ماركسي أضى فترة حياته بروسيا وحتى أنه بعض المهاجمات كانت شخصية وحساسة وبتخص حياته الشخصية ونظرا لهي المهاجمات ما كان متوقع فوزه واللي صار بالحقيقة أنه المهاجمات والأقاويل اللي انحكت عنه ساعدته وفاته كتير أكتر ما تضره لأنه هاي الأقاويل خلت النساء والشباب يشوفوا فيه الإنسان التقدمي يلي البلد بتحتاجه واللي ممكن يلبي طموحاتهم وآمالهم وأصدروا طلاب جامعة ديمشق قائمة بأسماء المرشحين يلي بأيدوهم بانتخابات ديمشق وكانت المفاجأة أنه القائمة كانت بتضم اسم خالد بكداش ولعبت المرأة دور كبير ومهم بهي الانتخابات مع أنه حق التصويت كان محصور بالمرأة المتعلمة يلي بتحمل الشهادة الابتدائية على الأقل وكانوا الناخبات المثقفات بيحاربوا كل مرشح رجعي وبأيدو كل مرشح تقدمي حتى لو كان شيوعي لأنه التقدمية معناها استكمال المرأة السورية لحقوق السياسية وكان عدد النساء يلي بيحقلهم ينتخبوا بدمشق 8000 امرأة من حملة الشهادة الابتدائية على الأقل وكانت الجمعيات النسائية وعلى رأس الاتحاد النسائي السوري تشرف على عمليات الاقتراع بالمراكز المخصصة للنساء وبتواعي النساء بضرورة انتخاب الشخص يلي بيشوفوا أنه رح يسعى لاستكمال حقوق المرأة وكان شعار لا تنتخبن أي مرشح رجعي فلا تأييد لمرشح لا يؤيد حقوق المرأة من طرائف الانتخابات كانت أنه خالد بقداش خلال الانتخابات وزع للناخبين بطاقات مكتوبة علي اسمه ومعطرة بعطر البنفسج والنهفة التانية أنه في أنستين مدرسة تخانقوا بمدرسة التجهيز يلي كانت مركز اقتراح لأنه أنسة من الحزب القومي السوري قالت قدام أنسة شيوعية أنه خالد بقداش دمه تقيل ومن المفاجآت كان فوزه بـ 19 ألف صوت 8 ألاف منن كانوا من النساء وكتبت مجلة الأثنين والدنيا بعددها الصادر بتاريخ 24 الأول عام 1954 عن هذا الحدث شهدت سوريا في الأسبوع الماضي أعجب وأخطر الانتخابات البرلمانية في تاريخ الحديث وأخطأت جميع التقديرات والتكهنات يلي انتشرت في الأندي والصحف عن نتائج هي الانتخابات يلي إجت بمثابة انقلاب سلمي على الأوضاع القديمة وعلى فكرة هي الدورة الانتخابية تميزت كمان بترشح النساء للبرلمان ومن المرشحات كانت الدكتورة طلعت الرفاعي وقالت وقتا إني أرشح نفسي اليوم للانتخابات ويدفعني إلى ذلك شعور قوي وفاخر به شعور المرأة العربية شخصيتها الجريئة تحملها للجهد وطنيتها العجيبة وثقافتها على وجه العموم ومن تفاصيل المرحلة كمان إنه صدرت أوامر لضباط وأفراد الجيش السوري وقتا بالالتزام بثكناتهم العسكرية طوال فترة الانتخابات البرلمانية لحتى ما يكون في أي ضغوط على المنتخبين هي كانت محطة سريعة بمحطات التاريخ السوري يلي بتبين دور الإمرأة السورية بالعملية السياسية بهذاك الوقت ترجمة نانسي قنقر